كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن استيعاب أولويات الحكومة الانتقالية وأهداف ومحاور البرنامج الإسعافي في موازنة العام 2020 وقال وكيل التخطيط الاقتصادي بوزارة المالية مكي ميرغني عثمان إن موازنة العام المقبل تستوعب الأولويات المتمثلة في بناء السلام العادل المستدام ومعالجة الأزمة الاقتصادية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتعزيز حقوق النساء وبرنامج إصلاح الدولة وبناء سياسة خارجية متوازنة وتعزيز دور الشباب بالإضافة إلى القيام بدور فاعل في رعاية وتنمية الاجتماعية بجانب الالتزام بعقد المؤتمر القوم الدستوري قبل نهاية الفترة الانتقالية وأعلن عن استمرار الدعم في الموازنة المقبلة واهتمام الحكومة بإصلاح المالية العامة وإصلاح الاقتصاد الكلي ومحاربة الفساد ودعم التخطيط الاقتصادي والاهتمام بالتعداد السكاني والزراعي والحيواني والصناعي والمسح الأسري لاستفادة منها في منظومة التخطيط الإنمائي ويتوقع الخبراء الاقتصاديون حدوث تكافؤ في الموازنة القادمة للسودان ما بين الصرف الحكومي والصرف على التنمية وتخصيص مبالغ كبيرة لتنمية قطعة الزراع والصناع والتعليم ثم تنمية القطاع الخدمي ثم يأتي الانفاق الحكومي خلافا لما كان يحدث في السابق تفرض الأحداث السياسية التي يشهدها السودان منذ شهور نفسها في وضع موازنة عشرين عشرين عقب عزل الرئيس عمر البشير في الحالي عشر من إبريل الماضي بعد احتجاجات دامت شهورا ضده لتتواكب مع المتطلبات الجديدة والمتغيرة بواتيرة سريعة وتضع تلك التطورات المتلاحقة ومساعي الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام كأحد المحاور الرئيسة المطلوب تحقيقها خلال الستة أشهر الأولى من عمر الحكومة إلى جانب تحسين المستوى المعيشي وإعادة التوازن للاقتصاد السوداني وتحسين سعر الصرف وإحكام ولاية المالية على المال العام كمحاور وملامح ومؤشرات لموازنة العام القادم فموازنة العام الجاري تسعة عشر وألفين كانت واحدة من الأسباب التي قادت الاحتجاجات وساهمت في انفجار الأوضاع الاقتصادية ومن بينها أزمة السيولة في الأسواق وارتفاع سعر الصرف الدولار وانهيار القطاعات الانتاجية وتوقعت الحكومة السودانية حين ذاك انخفاض عجز الموازنة إلى 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 3.7% في ثمانية عشر وألفين كما قدرت الحكومة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بخمسة فاصلة واحد من عشرة بالمئة في تسعة عشر وألفين مقابل نحو أربعة بالمئة في ثمانية عشر وألفين وبالرغم من الإشارات التي أرسلها عدد من الخبراء والرسميين بإزالة الدعم على الوقود على الأقل فإن الضرورة تحتم زيادة الدعم للسلع الاستراتيجية الذي حدد في الموازنة بقيمة 55 مليار جنيه سوداني بسبب الهبوط الكبير الذي أصاب العملة الوطنية مما يجعل من الأجور الحالية لا تغطي سوى جزء قليل جدا من متطلبات المعيشة الأهمية تجعل من إعادة النظر في عدد من البنود ومن بينها سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار وولاية المالية على المال العام ورفع معدل النمو ومعادلة الميزان التجاري ضرورة لا غنى عنها في بلد ينعم بالموارد ويسعى لإعادة هيكلة اقتصاده الوطني ليلبي طموحات وأشواق أبنائه ولمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع أرحب بضيفي من الخرطوم الكاثب والمحلل الاقتصادي أستاذ عثمان سوار الدهب مرحبا بك أستاذ عثمان وبداية التغييرات السياسية والاقتصادية الراهنة فرضت وضع مختلف أو مخالف لموازنة العام 2020 نتحدث عن كيفية إعدادها في ظل مطالبات واسعة بضرورة هيكلة الموازنة وإعداد على برامج حقيقية نعم بسم الله والحمد لله الذي بلعمته تتم الصالحات كما ذكرت يا أخي الضائرية فعلا في متغيرات حدثت في الساحة خلال هذا العام مما يظلم أن تكون هناك من التغييرات في هيكلة الموازنة للعام 2020 والحقيقة هي أصلا الموازنة عبارة عن نغرير مالي هذا طبعا كانت مفهوم كلاسيكي الآن الموازنة هي برامج ومشروعات الأولويات التي ذكرت حتى الآن في مشروع الموازنة 2020 تتمثل في السلام البرنامج الإسعافي ولو أنه أنا أفتكر أنه البرنامج الإسعافي ذا يعني ما حد يكون تستصحبوا معه الموازنة الموازنة دائما بتبدأ بدون أي انتزامات ماضية وبالتالي ينبغي أن ينتهي البرنامج الإسعافي في نهاية هذا العام وبداية عام جديد يستفخر آفاق جديدة في مسألة التنمية الرعاية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية كما ذكر الاهتمام بالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي والاهتمام بالقدمات فيما يختص بيئة المواصلات طيب رأيك أستاذ عثمان هل فعلا ممكن يحصل تكافؤ في الموازنة القادمة 2020 ما بين الصرف الحكومي والصرف على التنمية هل ممكن يحصل هذا التكافؤ في ظل هذه التغييرات طبعا ممكن يحصل التغيير وممكن يحصل التحسن في الأداء بشكل عام إذا تمت فعلا وبجدية إعادة هيكلة الاقتصاد بشكل يختم الأقراض والأهداف التي من أجلها ستقوم هذه الموازنة الشيء الثاني الاهتمام أيضا بمحاربة الفساد والتجنيب كما ذكر وذلك يجي عن طريق عدم السماح بأي تجنيب لأي مال خارج الموازنة الشيء الثاني لا بد أن يكون الصرف في الحدود المحددة دون تجاوز في الموازنة الشيء الثاني لا بد من ترشيد الصرف بشكل عام لأن الصرف الحدث في الفترة الماضية بالذات السيادي والدستوري والصرف أثر بشكل كبير جدا في الموازنة العامة وخلها السن الفاتح أو السن الآن التي نشهدها بدأت بأكس حيث يكون حصل ما لا يقل عن 30% الآن إذا نريد أن نصلح حال الاقتصاد لا بد أن تكون هلالك دفع قوية لمعدن نمو الناتج القومي اللي هو بنعكس إيجابا على إصلاح الاقتصاد طيب نعم والاهتمام بالسياسات الكلية أو ما يسمى بالماكرو ايكونومي السياسات الهتمانية والسياسات النقضية والمالية ونظر إليها بجدية لكلها بتصبح في إطار الاهتمام الآن موجه لخلق الموازنة تهدف فعلا إلى تحقيق طموحات الشعب السوداني نعم طيب أستاذ عثمان يعني بصورة أكثر تفصيلا أو يعني بالتركيز على هذه النقطة تحديدا كيف يمكن إعادة هيكلة الموازنة خاصة تقليص الصرف على قطاعات وزيادة الصرف على قطاعات أخرى خاصة وأن هناك بوادر سلام واتفاق مع الحركات المسلحة يعني طبعا أنه إنت يعني إذا تكلمنا عن السلام السلام بيختضي السلام هو مش مجرد اتفاق عنده التزامات المالية والمشروعات التنموية ويعادة القطاعات التي توجه من ناحية الصرف عادة نزل فقطعات بالذات الصرف للدعم اللي بيمكن يعني يشمل الأقاليم غيرها أنا حقيقة عندي تحفظ على سياسة الدعم بشكل عام إذا كان الدعم لابد من الاستمار في الدعم لابد أن يحقق الأهداف التي من أجلها قامل الدعم نعم يوجه للقطاعات الفقيرة المستهلفة من الدعم وليس لكل الأشخاص حتى في مسألة الخرص أنزالة المواد البترولية لا بد أن تكون هناك موازنة فيما ينبقى أن يسهب للقطاعات المحتاجة وينبقي أن يسهب بشكل عام في الموازنة حتى لا يحصل اختلاع في مسألة الموازنة ما بين وضعف زي ما يحدث الآن الآن الموارد في ضعف كبير لأن هناك جنس كبير يسهب لبوارد ويسهب لقطاعات خير ذات مرضود اقتصادي لما أثر بشكل واضح بالموازنة نعم الاهتمام بالصادر وعائد الصادر نعم لأن هذا الشيء الوحيد الذي يمكن أن نحق لنا طفرة في مسألة تحسين القيمة تحت جنان سوداني فيما يتوفر من موارد اختصار موارد صعبة من خلال الصادر وقيرة من الموارد التي يمكن أن تعود للموازنة العامة بما يحسن الوتش العام للموازنة غير كده يكون هناك خلل كبير في القيام بالواجبات المفترضة أن تقوم بها الموازنة نتمنى أن لا يحدث هذا الخلط طبعا أستاذ عثمان صور الدهب معلوم لدى الجميع أن الثورة السودانية قامت لأجل الحرية والسلام والعدالة في رأيك كخبير اقتصادي ومحل الاقتصادي كيف تعكس الميزانية أو ميزانية 2020 أهداف الثورة السودانية تعكس ماذا؟ أهداف الثورة السودانية الحرية والسلام والعدالة نعم طبعا الثورة السودانية قامت لتحقيق أهداف وعينة من ضمنها المطالبات بتحسين المستوى المعيشي والطايق المعيشية والنظر لمستقبل البلاد بشكل جدي ومحاربة الفساد والتوفيشي وأشياء كثيرة كانت سالبة وكانت من معوقات النمو الاقتصادي بعدم عدالة توزيع الموالب على حتى الأقاليم صحيح ومما دعا إلى أنه استمرارية الحركات المسلحة فنفتكر أنه تحقيق أهداف الثورة السودانية من خلال الموازنة ينبغي أن تصب في هذه الاتيهات التي ذكرتها لما اقتصبها الصرف على سلام اقتصب الصرف على مشروعات التنمية بشكل عادل واستمرارية مشروعات التنمية بشكل عادل بالنسبة للمركز والأقاليم وفي نفس الوقت اهتمام مشروعات التي تهم قطاعات كبيرة من المتبع السوداني زي قطاع الشباب اللي عانى في الفترة الفاتت معنا من عدم وجود الوظائف التي يمكن أن تتمهد للشباب في إنهم يشغل طريقهم لمجيد من الاستقرار النفسي والاجتماعي والسياسي هذا المطلوب ما هو المطلوب للاستفادة من الطاقات المتاحة لتمويل الموازنة بصورة غير تضخمية أنا أفتكر أنه عادة هيكلة الموازنة بشكل غير تغليدي كما يحدث فيه كل عام لا بد أن تكون هناك بنود كانت تسهب لأشياء خير لتمردود اقتصادي أن تسهب لمكونات المتبع السوداني بشكل عام بحيث أنه نحن نتكلم عن دولة رفعية هي دولة رفعية لا تأتي من فراغ تأتي من كيفية استقلال الموارد بتعاني في طريق الصحيح وتمتيها للنمو المستدام النمو المستدام ليست فعاد كلمة يطلب أنه لا بد أن يكون هناك تحسين فيه إنتاجية بشكل عام سواء كانت إنتاجية الزراعي مطاع الزراعي أو صناعي زيادة الانتاج نفسه من خلال تحسين آليات الانتاج من تسويق من التوفير من تطلبات الانتاج وقيره بكلها بصور فيه الأهتافة الأصلا من قامة من أجل السورة تحسين المستويات المعيشية بالنسبة للمواطن السلطاني بالتالي الموازنة في العام القادم لا بد أن تتصحب معها كل هذه المتطلبات نعم يمكن أستاذ عوثمان من غير مقاطع عليك ارتفاع الأسعار والتضخم مرتبط بتمرير الموازنة بموارد غير حقيقية كما ذكرت أنت أهمية استغلال الموازنة في موارد حقيقية طبعا في موارد كانت تمشيه لأغراب لتمكين سياسي ولا تصفي من أجل تحسين الاقتصاد بشكل عام نحن نتكلم عن سياسات الاقتصادة كلية نتكلم عن موارد وصرف يعني بقى أن يكون صرف ذو مردود اقتصادي وغير كده بيحدث خلل بيحدث عكس الآن نعاني نحن من عكس في الميزان التجاري إذا قارلنا بين ما يأتي من عولات صعبة وما يصرف بنتجاه فني كبير جدا الميزان التجاري وميزان المدفوعات فده كله لأنه ما في نظرة يعني موضوعية في مسألة توجيه الصر في الموارد في الموارد الموضوعات أو القفاعات التي فعلا تأتي بعيد لخلق الموازنة المطلوبة بين الصرف وبين الموارد المتاحة نعم طيب ما رأيك في الإبقاء على دعم السلع الأساسية اللي أكدته وزارة المالية في الوقت الراهن بهدف تقليل الآثار المترتب على توازنات الاقتصاد الكلي وهو رأيك بالنسبة للدعم بشكل عام يعني ولا نعم أنا ذكرت أنه أن الدعم لا بد أن نعاد نظر في الدعم حسب المواجهات التي شكرت حتى الآن على السلع الأساسية تحديدا على السلع الأساسية ما هو الدعم أصلا موجه لسلع معينة نعم كان الوقود الخبز وقيره وقعاز وكنا طيب أوكي إذا كان لابد من استمرارية الدعم عشان ما يكون منذ ما ذكرت أنه استنظاف للمواجهات بتاعتنا لا بد أن نوجه هذا الدعم لتحقيق الأهداف التي من أكلها قامة الدعم مثلا إذا أخذنا الخبز إذا كان هناك لا بد من دعم الخبز ينبغي أن يكون هناك مثلا سيرين الخبز سير يلبي احتياجات الناس غير قادرة على الدفع وسير الثاني يلبي احتياجات الناس القادرة على الدفع وممكن أداء يدي إلى نوع من الموازنة حتى في نسبة للأقود نسبة للأقود إذا كان هناك في دعم للجازولين لأنه يخضر أقراض انتاجية وزراعية وقطاعات صناعية الكثير وصغيره فمسألة دعم البنزين بالشكل الحالي ما أدى التأثير بتاعه المطلوب على مستوى تحسين المواصلات من المواطن العادي ما زال المواطن العادي معاناة كبيرة في تحقيق هذه المسألة فلابد من يعازة النظر في الدعم بشكل موضوعي يخدم حقيقة أقراض المنشودة أو الأهداف بتاعة الدعم المطلوبة نعم طيب في رأيك الإجراءات الإسعافية التي ينبغي اتخاذها لخفض الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة على المواطن السوداني معالجة البطالة وبناء القدرات والانتقال من العون الإنساني إلى العون التنموي الإجراءات المطلوبة شنو في رأيك والله دمنا نشان مهمة ذكرتها مسألة العون الإنساني بشكل عام للناس المستهتفين بالذات العادي في المعسكرات وغيرهم وشراحة المستضعفة وشراحة الفقيرة التي ما زالت تعاني بالنسبة لبرامج الشباب وتعقشقيل الشباب وكذا دي مسألة بردها من الأوليات التي ينبغي أن تعالج بشكل إيجابي وموضوعي في الموازنة الجديدة لأنه زي ما ذكرت أن الموازنة الجديدة لا بد أن تقترب شكلا وموضوعا ومن أحد الأرقام بما سبق في الماضي المسألة تحدث استنباط موارد جديدة بقية الموارد التقليدية الصرف نفسه تتنوع موضوعات الصرف ما بين الصرف إيجابي وصرف غير إيجابي اللي هو يعني الابتعاد تماما مثلا الصرف السياد والتمكين والصرف بتاع الدستور وما إلى ذلك كل المسائل كانت تأثر بشكل سلبي على الموازنة في العام الماضي ينبغي بالعام الجديد أن تزال تماما حتى لا يتحدث التشوهات التي حدثت في ميزانية العام الحالي البرنامج الإصعافي أنا أفتكر أنه يعني هو حسن التحسن في الآن تقريبا في مسألة التوفير الوقود السيولة صحيح صحيح لا بد أن انتهي مع نهاية هذا العام لتبدأ عام تديد استكرك أفاق تديدة لا تكون الموازنة ارتباطات سابقة بحيث يؤثر على أداة في خلال العام نعم يعني التعاونية برضو تم ذكر أن التعاونية مهمة جدا في تخفيف ذكرت وذكرها سيدة وزيرة التجارة السباة في أنه بحال لإشكالية محاربة التضخم التضخم كما ذكر الآن في حدد 55% أنا أفتكر هو أكبر من كده كبير في الإخصاص دائما يقول أنه التضخم هو قروش كثيرة في الطارد في سلع قليلة الآن يحدث العكس أنا ما أعرف ما كنا سميش الآن السلع كثيرة في الأسواق لكن القروش في هذه ناس قليلة بحيث أنه ما قادرة ستلبي احتاج عدد صحيح عشان كده أنه التعاون هو أنت لابد في الأول أن تحسن من الوضع الاقتصاد العام بحيث أنه التعاونيات هي في النهاية هتلجأ لمصادر بتاعت الإنتاج سواء كان من إنتاج زراعي صناعي مستورد محلي إذا لم يتحسن الوضع بالنسبة للإنتاج في هذه القطاعات مع معناتها هي مش المسألة مزالة جشعة بتاعتجار أو عدم توزيع السلع بصورة عادلة هي في الأساس لا بد أن يكون هناك تخفيض كله للأسعار من خلال سياسات الاقتصاد الكل بحيث أنه التعاون يكون ينجح قلت كده التعاون حتى لجانة التعاون لا ينتج لا ينتجح في الظل تصاعد عن وجود الأسعار العالية في منابع يعني مثلا الاستيراد اتفاع السلع التورار التكلفة العالية للسلع الإنتاجية يعني إذا كان مثلا الطبعات المدعانة والبصل أو كده ما سعر تفوق طاقة المواطن العادي هذا التعاون هو حيقوم بإنتاج وليه حيأخذ من مصادر الإنتاج إذا كان حيأخذ مصادر إنتاج حيكون مع منحات عشان كده التعاون لازم يكون تعاون بشكل متكامل صحيح يعني مش تعاون تسويقي يعني يكون في تعاون إنتاج أيضا مزارة بتاع التعاونية بحيث أنه تنتج بسعر أقل بتكلفة داء مع ضرورة إصلاح السياسات الاقتصادية التي تقلل إلى مثل هذا الاتفاع في السعر صحيح أخيرا أستاذ عثمان يعني كيف يمكن أن تستوعب الموازنة القادمة دعوة رئيس الوزراء بعدم تصدير المنتجات السودانية في شكلها الأولي سمعت السؤال أيها سؤال يعني كيف يمكن أن تستوعب الموازنة الموازنة القادمة موازنة 2020 دعوة سيد رئيس الوزراء بعدم تصدير المنتجات السودانية في شكلها الأولي أو في شكلها الخامي أنا أفتكد هذا توجيز سليم وتوجيز في محاله نعم يعني إحنا عشان نستفيد من القيمة المضافة لا بد أن نتجي إلى تصنيع كل منتجاتنا الزراعية بحيث أنه يعني مثلا زي السامة العربية السامة العربية وضعت خطوات فيه تحسينه وتصنيع لكن ما زلنا يعني ننتج منه كميات كبيرة وتصطر خام معينه فرق كبير جدا يعني إذا هيتم يصطر صورة طن من هذا السامة بـ 3000 طرار إذا تم تصنيعه بصورة مطلوبة ممكن نسأل لي ستة سبعة ألف دولار فدعا فرق كبير جدا نتلقل من المضافة تكلمنا عن المواشي بنفس المستوى إذا أنت صدرت لحوم إذا ذكرتك قبل كده أنه الطن بتاع اللحوم قد يسأل لي خمسة ألف دولار في الوقت أن أنت بنصدر لك المواشي الرأس بـ 300 يعني أنت عايز لك حوالي خمسين من المواشي عشان تعادل لك طن من اللحوم قبل إضافة إلى مهجدات البضعية منها الآن صادرات من المواشي زي ما نحن عارفين في الفترة الفاتت الكيميات التي ترجع بسبب الأمراض التي أصاب بها زي الرفط فالي على الواد المستطيع وغيرها فعشان نتفادة كله أنا أفتكر أنه الاتجاه الزكرة والسليطة الرئيسة الوزراء اتجاه صحيح تماما يتماشى مع المتطلبات المرحلة القادمة بالنسبة للقيمة المضافة وبالنسبة لتحسين وطنة الاقتصاد بشكل عام نعم شكرا جزيلا لك كنت معنا من الخرطوم الكاتب والمحل الاقتصاد ساذ عثمان سوار الدهب وأنا تمنى أن تركز الحكومة الانتقالية على الإنتاج في القطاعات المهمة بالنسبة لموازنة 2020 على الزراعة والصناعة والتعليم وغيرها وأن يكون هناك تكافؤ في الموازنة القادمة إن شاء الله ما بين الصرف الحكومي والصرف على التنمية كما توقع القبراء الاقتصاديون شكرا جزيلا لك شكرا لك ننتقل لمشاهدين عقب الفاصل معكم إلى مجموعة من أخبار الولايات